نظمت جامعة طنطة بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة طبية في قرية تطاي بمركز الصنطة شاملت القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 1032 من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 51 حالة إلى مستشفيات طنطة الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان كما شاهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية إلى 20 مواطنا وزراعة 50 شجرة متمرة كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريد محاضرات توعوية لأهل القرية في الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها وتعامل معها وصحة الأم وحديث الولادة والفحص الداتي لتدي إضافة إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري وعلمات وأعراض ارتفاع ضغط الدم ترجمة نانسي قنقر